سترون هذه الصورة بشكل كبير في الأيام المقبلة هذه الصورة لشاب مسلم إسلاما حقيقيا يطابق ما في قلبه ما في قوله ما في عمله يتبت على مبادئه لا يرغو رواغان الثعالب كبعض رفاقه المسلمين الذين معه في نادي باريسان جرمان حيث وصلت تعميم الحملة المشؤومة الملعونة لبقايا قوم لوط الممسوخين فأجبروا اللاعبين على ارتداء هذا المسخ فمن المسلمين من ارتدوا هذا المسخ في باريسان جرمان هذا اللاعب تحجج بطريقة أخرى لأدم الحضور إلى هذه المقابلة فتح تحقيق من هذه اللجنة التي تحارب التمييز زعمه لماذا لم يحضر هذا اللاعب وما هو السبب؟ هو مسلم إذن عنده مشكل كريستيانو رونالدو قبل ثلاثة أشهر أو أربع أو أربعة نفس الموقف كان في منتخبه هذه الحملة وهو القائد ما حضر كان في طريق منشتر يونيتد هذه الحملة وأصر أن يجلس على دكة البودلاء لأنه لا يدعم هذا السفاة الذي يريدون إجبار المسلمين والعالم أجمع على الاعتراف به ولو لم يفعله ولو لم يؤمن به أي تشدد؟ أي تنطع؟ أي إكراه؟ أي إلزامية؟ هذه التي نراها اليوم ثم يأتي إنسان ويقول لك إسلام دين التشدد للإسلام يرغم الناس من الذي يرغم الناس اليوم؟ على السفاة من القول السفاة من العمل إسلام يرغمك على ما يصلح لك في دينك ودنياك ما يصلح لك في آخرتك يرغمك لما فيه الصلاح لك ولما فيه الفلاح لك هؤلاء اليوم إن كان يرغم هؤلاء اليوم يرغموك على السفاة الذي يعيشونه يريدك أن تصبح مثله وإلا أنت عدوه لا يستطيعون محاربة كريسيان لأن له جمهور بمئات الملايين في العالم وسيخسرون القضية لكن عندما أتى الموضوع إلى اللاعب إدريسا وهو مثل فتح وتحقيق إسلام وفوبيا من جديد إنها حرب منظمة إن لم نستيقض بارك الله فيكم ستعم هذه الحرب أما الذين يقولون اللاعب مجبور والله إن زوجة نبي الله لط لأنها لم تنكر الفاحشة في قومها إلا مرأته قدرناها من الغابرين زوجة نبي عندما أتى العذاب لم يستطنيها العذاب الله المستعان أتبت أخي إدريسا وإن لم تأخذ جزائك في الدنيا ستأخذه في الآخرة إنما الدنيا سويعات الدنيا ساعة تجعلها لربك طاعة السلام عليكم